مرحبا معكم سليم معروف في اسم سالجي وهي الحلقة الثانية من Ask سالجي شو متل ما ذكرت من قبل بهذا الشو انا بجيب عن ثلاثة اسئلة من اختياري لحتى اساعدكم بحياتكم بشكل عام وبالهيومن بي بوكس بشكل خاص بريد اتشكر الكل عن نقض البناء يلي اجا من الحلقة الاولى بسبب النقض البناء الرائع يلي اجا من الكل او كل عالمي اللي انا طلبت رأيها هذا الشو رح يكون تقريبا من سبع لعشرة دقايق ما رح يكون ربع ساعة او ثلاثة ساعة فراح احاول اخلي اجوبتي مختصرة واصيرة قدر الامكان ومنبلش مع السؤال الاول من محمد السيد انا اهلي مو متقابلين البيت بوكس ومفهمانينو وما بدون يعني اتعلمو بس انا عبتعلمو بشراسة مستوي جميل كيف اتعامل مع هاي المشكلة المشكلة سويلي شوي حساس يفضل اهلك ما يحضرو الشو رأي الاهل مهم وهم نهائيين بشي الانت عبتعاملو طالما ما عبتعزي حالك وما عبتعزي محيطك يعني كمثال ما بدك تصير بورنستار وتضرب سماعتك وسمعت العالي وتبهدر حالك فإنه أنت كل اللي عبتسويه هو هومن بيت بوكس فبس كشغلة أنا ذكرتها من قبل أنه أنت خليك في حالك لحتى يصير مستواك بنسمع لأنه البيت بوكس كتير مزعج إذا أنت بدك تتمرن قدام الكل فلا تتمرن قدام حدا نهائياً خليك بحالك تيني شغلة في معتقد خاطئ كتير بشكل عام بالكروة أرضية ما بس بالوطن العربي أنه الأهل بيعرفوا مصلحتك أكتر منك هذا الشي صحيح إلى حد ما في الحياة يعني ليسر عمرك 18 أسوأ الأحوال 21 ما بعرف ليش خطيتها 3 سنين زيادة يمكن لأنه هون ليس العمرك 21 لحتي تقدر تشرب بس المهم إلى حد نقص 21 سنة إذا بعد 21 سنة أهلك بقدروا يحطوا خطة لحياتك أحساب مخطتك كبحالك بالبحر فأنا برأي أهلك بيعرفوا مصلحتك إلى حد ما في الحياة بعدين ما بعد بيعرفوا مصلحتك نهائياً ولا حدا رح يقدر يعرف مصلحتك بالحياة أكتر منك أنت فواحد رأي أهلك مامهم نهائياً بالشي اللي أنت حيب بتعمله في الحياة فعمال يلي أنت بتحبه وأنت مقتنع تماماً أنه أنت بدك يا تاني شغلة أنا ما أعرف يعني إذا الأهل بدون كل واحد يصير ابنهم دكتور سيدالي أو مهندس بس يعني بشكل عام بس دايما نركز أنك أنت تعمل الشي اللي حابه بحياتك إيش ما كان رأي محيطك من نظر دائرة يلي هي عليه لأكبر دائرة يلي ما مهمة نهائياً إيش ما كانت بتحوي إن كان حيوانات مثلاً مثل كلب أو القطة تبعيتك بشر أو إذا كانت بتحوي كائنات فضائية تانية نحن ما نعرف بوجودها أما بالنسبة للسؤال التاني فهو من أحمد الحسيني أو هيك اسمه على اليوتيوب بيقول السلام عليكم أنا أحمد من العراق صر اليومين أتدرب على الحروف الأساسية اللي هي PPF-TUK أتمنى منك تعطيني نصائح عن فترة التدريب كم ساعة باليوم وكيف أضبط نطق الحروف بشكل تام أو أي نصيحة ببالك حتى تحثني أني ما أستسلم وأستمر على التمرين أكيد ما في شي نهائياً بالحياة تقدر تعمله بنهارين شي بده عبارة عن هوس لسنين كتير طويلة اللي هتقدر تعمله بشكل رائع فنصيحتي لألك يا صديقي وأخي أحمد أنه الهوس بالحياة بيجي من محبتك للشي فأنا برؤي ما في شي اسمه موهبة الموهبة هو عبارة عن تايتل اللزقناه فيها لهذه الشغلة ما بعرف لأنه كتير نحن شاطرين بالمفردات يمكن باللغة العربية بس أنه المهم الموهبة عبارة عن محبتك للشي يعني أنت بتتذكر كل حدا فيكم نايك حب واحدة بدي أبني لألعاب بدي أكسر الدنيا بدي أعمل المستحيل كرمال هالبنت تكون سعيدة وما حدا فيكم مستعد يعمل نفس الشي كرمال حاله فبدك تحب حالك كتير 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 أوكي وتقدس حالك متل ما قدس شخص تاني وتقول لحالك أنا رح أعمل كل شي لقليل حتى أنا أكون سعيد فإنه هاي هي ساعاتك هي الموهبة تبعيتك يلي ما بتدفع حقه مصاري أنا بتذكر لما كان بدي أشتري رولاند ايو أربعين لما كنت مفكر حالي بحب الأورج هل يشتروا ليها بخمسة عشرين ألف ليرا يمكن بوقتها يام الدولار كان بخمسة وأربعين هالمهم طلعت بالآخر ما بحب الأورج واكتقبت فإنه إذا ما بتحب البيت بوكس يعني ما عندك شي تخسره لأنه هي الشغلة بلاش بس لا تكأب حالك فإنه لا تعمل هذا الشي لازم أنت كنت سعيد فبعد السعادة إيش بيجي بيجي الهوس فإنما أنت تكون مهوس بهاي الشغلة ما بتسأل حالك كم ساعة بدي أتمرن يعني بس يعني الواقع أنك أنت عبتسأل كم ساعة لازم تتمرن عبيقلي أنه أنت ما لازم تعمل بيت بوكس من الأساس لأنه حيالله واحد أنا بعرفه مدمن على البيت بوكس حياته ما سألني كم ساعة لازم أتمرن كل اللي قالوا ليه أنه أنا ما عم بعرف أواقف عمي بيت وارس هذا الشي كل اللعب سويه كل نهار نفس الشي بالنسبة للعب البلاي ستيشن فور الإكس باكس هال الكنسول اللي بتلعب فيه أنت ما حدا فيه بسأل حاله عشد كم ساعة لازم ألعب أنا لحتى أصي الشاطر بها اللعبة بظل عبتلعب كل نهار فهي الشغلة بدك تحبب شي تعمله بدك تعمله بدك تصير مهوس فيه ما تسأل كم ساعة وبدك بتحاول تلاقي الطريقة لحتى أنك أنت تعرف كيف تعمل الشي اللي بتحبه ولاحقا بتحاول تلاقي طريقة لحتى تعمل الشي اللي بتحبه بشكل أحسن بعدين بتحاول تلاقي طريقة أنك تصير محترف الشي اللي بتسويه بعد ما تصير محترف ببلش تحاول تلاقي طريقة أنك تصير أحسن من كل المحيط اللي أنت حواليك من العالم اللي بتعمل الشي اللي أنت بتسويه بعدين تستنتج أنه ما فيه تعمل كل هالشغلات هاي أنك أنت تكون أحسن من غيرك بتستنتج أنك لازم تكون أحسن من حالك فبصير الهوس تريب الهوس لأنه أنت عب تصير أحسن كل أسبوع أو كل أسبوعين طبعاً بالمستقبل يعني بعد 4 أو 5 سنين أنك تصير أحسن بالشيء عب تسويه كتير صعب لأنه أول شيء بنتك تحط 100% من الثعب لحتى تصير النيح بعدين تحط 200% لحتى تحافظ على الشيء اللي أنت وصلت له فهذا رأيي يا صاحبي ما لازم تسأل كم ساعة لازم تعمل الشيء اللي بتحبه وما تعرف كم ساعة أنت عملت الشيء اللي بتحبه فبتمنى جاوي يكون ساعدك أما بالنسبة للسؤال الثالث هو من سير جي بوم هذا أكيد اسمه بس على اليوتيوب ما هيك اسمه على الهوية عب يقول أنك تبلعب كويس بس بطلت لتلتة الشهور ولما رجعت أرعب رجعت أسوأ من الأول وفي أصوات كتير ما بيتعرف عمله وحتى تمرنت أكتر بس موصلت لمستوي الأول همشي ما تكون كتير طري لأنه تجرب شغلي مثلاً نهارين بعدين تقول أنا ما مشي حالي وتوقف أهم شي إنك تظلك يعني مستمر لأنه الشغلة بيحاجي لسنين فأفتاح الفيديوهات العالمية اللي عب تشرح بكافة اللغات فرنسي إنجليزي عندك أنا عربي روسي ما بعض اللغة اللي أنت بتفضل تسمع فيها الشرح ما في لغة بالكرة أرضية على فكرة ما غطت البيتبوكس أنا حسب اعتقادي يعني وحسب معرفتي فأفتاح الفيديوهات اللي بتفهمها أكتر شيء وبعدين الحق الشروحات أو الخطوات الشرحية اللي واحدة بعمله بعدين استمر بالتمرين لفترة كتير طويلة مثلاً أربعة شهور على نفس الصوت كلين وعتمرن عليه واثناعش ساعة لحتى يزبط معك بعدين عندك أربعة شهرتين اللي مثلاً تقدر تحطه بيقاع غير هيك زي ما عندك استعدادك الرئيس كل الوقت معت أنت ما بتحب البيتبوكس ولا تتمرن على البيتبوكس لأن ينكمن ولا ألاك بزاق إلا ألاك البيتبوكس لا تفكر كم ساعة أنت لازم تتمرن تمرن لفترة كتير طويلة وبهالطريقة بترجع أحسن من أول والبيتبوكس طبعاً بأي شيء بالحياة بتعمله لفترة كتير طويلة إذا بتوقف يعني تلقائياً أنت عبترجع لورا إذا بتوقف محلك متل ما قلت بالسؤال الثاني بعتقدت كان السؤال الثاني بدك 200% لحتى تحافظ على الشيء أنت عبتعمله وتتحسن فيه لقدام مشيت كل هالخطوات بس وقفت أنت صار اسمك عبترجع لورا ما اسمك واي في محلك ما بدل لك محلك لأ تتراجع تتراجع وأنت بس أش عبتسوي ما عبتشتغل حتى لو حافظت على نفس مستوك فبحالتك أنت وقفت بيتبوكس وجاءت سيئ فبدك تحط قريباً 150-200% من التعب اللي كتا عبتحطه فإذا كنت عبتمرن 10 دقايق تمرن 15 ساعة بنهار وخليك عبتمرن على هالشكل خمس سنين وبعد خمس سنين بتطلع لوراك بتتشكر حالك من خمس سنين على القرار اللي انت خسته وهذا بيرجع لأي شي بالحياة مش بس بيتبوكس ممكن يكون أنت بتدرك تجيب الأول على السنوية العامة وتدخل تجارة واقتصاد فأنا ما بعرف أنت هدافك بالحياة حسب هدافك بالحياة تعمل اللي بتعمل هذا كان كل شي بالنسبة لهذه الحلقة شكراً كتير لأسئلتكن لا تنسوا وتركوا أسئلتكن بالتعليقات لحتى يكون في عندي ماتيريال للحلقة الثالثة إذا بتريدوا لأنه إذا ما حطيتوا أسئلتك أنا ما فيني أعمل حلقة وهيك ما بقدر أعمل فيديويات وهيك بتضايق كتير بكتئب وبعدين ببكي للمعنام شكراً كتير لمتابعتكم بالتوفيق سلام اشتركوا في القناة